تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى مجز أخبار الآن قتل فرداني من هيئة تحرير الشام اليوم الجمعة بانفجار سيارة مفخخة استهدفت مقرا لها في ريف حلب الغربي شمال سوريا وفق ما فد به الدفاع المدني فقال مصدر في مركز الدفاع المدني التابع لبلدة أورم الكبرى إن سيارة مفخخة انفجرت عند مقر لتحرير الشام في جمعية ريف المهندسين الثاني قرب البلدة ما أسفر عن قتل فردان حققت جيش اليمني تقدما جديدا في الجبهة الغربية لمحافظة تعز جنوب غرب البلاد بعد معارك ضرية حاضها مع ميليشيات الانقلابيين وأكد مصدر عسكري يمني أن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على بلدة الكدرة شمال منطقة هامل التابع لمديرية موزع غربي مدينة تعز قتل رجل أمن مصري وجرح ثلاثة مدنيين في إطلاق نار على دورية للشرطة في محافظة الأقصر جنوب مصر وقالت الداخلية المصرية أن مسلحين أطلقان نار من داخل سيارة على الدورية وقد تمكن أفراد الشرطة المصرية من توقيف أحد مطلقين نار ويلاحقون المتهم الآخر لاعتقاله أعلن التحالف الدولي في أفغانستان أن انتحارية من طالبان هاجم موكبا لقوات أجنبية أمس الخميس ما أنت إلى قتل جندي من قوات حلف شمال الأطلسي الناتو وجرح ستة آخرين وقال بيان للناتو أن الدورية كانت تقوم بمهمة مشتركة مع الجيش الأفغاني الوطني عندما انفجرت عبوة محلية الصنع يحملها أحد الأشخاص في منطقة قرى باغ في ولاية كابول صدر حكم يوم أمس بالسجن مدى الحياة على أربعة أعضاء في خلية إرهابية بريطانية متشددة تطلق على نفسها اسم الفرسان الثلاثة لإدانتهم بالتخطيط لشن هجوم وكان قد ألقي القبض على الرجال الأربعة في عملية سرية في شهر آب أغسطس من العام الماضي بعد أن عثرت الشرطة على قنبلة أمبوبية ومسدس وساطور في سيارة أحد الإرهابيين شبى حريق في برج الشعلة في مدينة دبي أحد أكثر المباني السكنية دفاعاً في العالم وقال المكتب العلامي لحكومة دبي إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء المبنى بنجاح وإن فرق الإطفاء سيطرت على النيران مشيراً إلى عدم ورود تقارير عن حدوث إصابات بشرية جراء الحريق عرضت شركة جوجل العالمية مبلغ 30 مليار دولار أمريكي لشراء تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير سناب شات وتعاني سناب شات من انخفاض سعر أسهمها ما جعل قيمتها السوقية تصل إلى 14 مليار دولار خلال 5 أشهر فقط منذ طرحها للاكتتاب في شهر آذار مارس الماضي نهاية الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة